مقاومة الحملة الفرنسية ركز عزيزي الطالب أن الحملة الفرنسية كانت حادث خطير جدا بالنسبة للمجتمع المصي المصيين منذ أن دخلت الحملة الفرنسية مياه الإسكندرية ونزلت على أرض الإسكندرية وجدت مقاومة شديدة جدا قلنا أن النابليون حاول يكتذب المصيين وحاول يكسبوا الدهم بالمنشور لكن المصي بطبيعته إنسان زكي لماع وبالتالي بيبقى عارف أنه ده مستعمر أيا كان بيعمل لمصلحته الشخصية وبالتالي بعد أن وطعت أقدام الفرنسيين أرض مصر بدأت المقاومة حتى آخر يوم وخروج الحملة الفرنسية تكلمنا الحصة اللي فاتت عن مقاومة في الإسكندرية مقاومة من المماليك في شبراخيت وإنبابة مقاومة في الصعيد واللي استمرت أكثر من عشر أشهر ثم هنكمل النهاردة وهنتكلم عن ثورة القاهرة الأولى ثورة القاهرة الأولى أبناء الطلاب حدست في أكتوبر عام 1798 الثورة قامت في مدينة القاهرة ثم امتدت إلى الأقاليم المجورة للمحافظة ترتب على هذه الثورة أبناء الطلاب عدة نتائج أول نتيجة من نتائج ثورة القاهرة الأولى أعزائي الطلاب مقتل حاكم القاهرة الفرنسي كان يدعى ديبوي ومعه حدد كبير من الفرنسيين وأيضا المصير النتيجة الثانية أنه زي ما اتفعنا الثورة امتدت إلى الأقاليم فحدث نوع من أنواع اتباع الشدة والقامع يعني الفرنسيين خاصة بعد حصان الأصول الإنجليزي لسواحل مصر بدأوا يشعروا بنوع من أنواع اليأس وبالتالي اتبعوا أشد أنواع القامع والبطش مع الثورة في القاهرة فأعدموا عدد كبير جدا من السوار وفرضوا عليهم الغرامات المريع لكبار الأعيان والزعماء الموجودين في مصر أيضا من نتائج ثورة القاهرة الأولى ودي كانت أخطر حاجة عملتها الحملة الفرنسية وأظهرت المستعمل الفرنسي على حقيقته وهي دخول الفرنسيين الأظهر بخيولهم وده أثار وهيج مشاعر المسلمين المصيين اللي كان بيعتبر الأظهر طبعا أهم مقدسات العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وبالتالي دخول نابليون بقواته وخيوله الأظهر الشريف كانت نقطة تحول خطيرة في مقاومة المصيين للحملة الفرنسية يبا إذن ثورة القاهرة الأولى كانت أول ثورة حدثت في العاصمة نفسها أي مركز الحكم ضدها الفرنسية يبا إذن المقاومة حتى الآن أبناء الطلب كانت مقاومة داخلية لكن النقطة اللي هنأخذها بعد كده بدأت المقاومة الخارجية من الدولة العثمانية نفسها وجدت نفسها لابد أن تسترد مصر من احتلال الفرنسيين لها لكن زي ما اتفنى الدولة العثمانية في تلك الفترة كانت بتتميز بالضع يعني لا تستطيع أن تخرج الفرنسيين بمفردها ولذلك لجأت إلى التحالفات الدولية وده اللي هيخلي نابليون يقوم بحاجة اسمها الحملة الفرنسية على الشام يبا أبناء الطلب أسباب خروج نابليون في حملته إلى الشام كانت تحالف الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية بالقوة العسكرية لهذا الغرض أعزائي الطلب بدأت الدولة العثمانية تجهز حملتين إحدهم برية هتتجه لإخراج الحملة عن طريق بلاد الشام والأخرى بحرية هتتجه عن طريق البحر المتوسط وتصل ميناء الإسكندرية كان على نابليون أنه يفكر بسرعة لكي يلاقي العثمانيين قبل أن يطبقوا عليه في مص برا من الشام وبحرا من الأسكندرية فكانت فكرة حملة بونابرد على الشام رغم أن نابليون حقق بعض الانتصارات في منطقة الشام لكنه فشل في اقتحام عكا وده كان سبب خطير جدا في فشل الحملة الفرنسية على الشام يا ترى هي أي أسباب فشل نابليون في اقتحام عكا تعالوا بينا عزاء الطلاب نتعرف مع بعض على العوامل اللي خلت نابليون يفشل في اقتحام عكا وبالتالي يفشل تماما في حملةه على الشام ويعود إلى مصر أول عامل من عوامل فشل الحملة الفرنسية في اقتحام عكا كان حصون عكا المنيعة إلى جانب استمسال أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار لبحثون منيعة في عكا ودفاع أهلها المستميت ضد نابليون الحاجة التانية الانجليز ساعدوا أهالي عكا بالسلاح من البحر المتوسط عارفين أن الأصول الإنجليزية عزاء الطلاب بيحاصر السواحل المصرية من الشمال وبالتالي عندما علم بخروج الحملة الفرنسية إلى بلد الشام بدأ يتجه إلى عكا وبدأ يمد الأهالي هناك والمقاومة بالسلاح وده كان سبب مهم جدا في فشل نابليون في اقتحام عكا عاد نابليون إلى مصر وهو يجر أزيال الخيبة وما كاد أن يصل إلى القاهرة عزاء الطلاب إلا ووصلته أنباء عن وصول الحملة العثمانية التانية اللي احنا قلنا هتيجي من فين أبناء الطلاب هتيجي عن طريق البحر المتوسط إلى الإسكندرية قلنا قبل ذلك أن الدولة العثمانية عادت حملتين حملة برا هتتجه إلى مصر عن طريق الشام ودي اللي لقاها نابليون في عكا وحملة بحرا هتتجه إلى مصر عن طريق البحر المتوسط وفعلا وصلت إلى خليج أبيقير في الإسكندرية لما علم نابليون عزاء الطلاب بوصول هذه الحملة اتجه من القاهرة إلى أبيقير كان الأسطول العثماني نزل الجنود بتاعه على البر وفعلا حدث نوع من أنواع الملقاة وانتهت المعركة وهي معركة أبيقير البارية نلاحظ أبناء الطلاب أننا عندنا قبل كده معركة أبيقير البحرية نفتكرها مع بعض كانت بين مين ومين؟ أيوة الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي عشان نفرق ما بين الأتنين معركة أبيقير البحرية دي كانت بين الأسطولين الإنجليزي والفرنسي لكن المعركة اللي احنا بنقولها دلوقتي معركة أبيقير إيه؟ البارية ودي كانت بين الجيش العثماني وجيش نابليون وانتهت بهزيمة العثمانين كالعادة لأنهم عندهم ضعف عسكري راجع نابليون للقاهرة وجد كارثة أخرى وصلته أنباء أن فرنسا بتواجه مصاعب نتيجة تحالف النمسا مع بعض دول أوروبا لتهديد حكومة فرنسا وحكومة الثورة الفرنسية إذا نابليون قدامه خيار من اتنين إما يقعد في مصر وهو قد ثبت له أن الحملة فاشلة بطبيعتها وإما أنه يعود لفرنسا لكي ينخذ ما يمكن إنقاذه نتيجة هذا التحالف الأوروبي الجديد وفعلا قرر في النهاية أبناء الطلاب أنه يترك مصر لكليبر يقود الحملة ويعود سرا إلى فرنسا ليقود كليبر الحملة أعزاء الطلاب كليبر أعزاء الطلاب كان من أنصار استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر وده راجع لأن الحملة في عهد كليبر وجدت نفسها بتواجه مجموعة كبيرة جدا من الأخطار إيه هي الأخطار دي أعزاء الطلاب أول حاجة عدد جنود الحملة الفرنسية بيتناقص نتيجة المعارك الكثيرة والمقاومة المصرية في الداخل يبقى إذن أول عامل أو أول خطورة كانت بتواجه الحملة بعد رحيل نابليون وتولي كليبر هي تناقص عدد قوات الحملة الفرنسية أو عدد الجيش الحاجة الثانية كانت أن السلطان العثماني والدولة العثمانية مصممة على إخراج الحملة وبالتالي بدأت تجاهز حملات أخرى لإخراج الحملة الفرنسية من مصر يبدأ عامل جديد أو خطر آخر الخطر الثالث أن المماليك بدأوا يعودوا للمقاومة إذا أضفنا إليهم حاجة مهمة جدا وهي تجدد ثورات المصريين نجد أن كليبر رأى أن من الحكمة أنه يترك مصر ويرحل إلى فرنسا بعد عقد صلح مع الدولة العثمانية وفعلا نتصل بالسلطان العثماني وعقد الطرفين معاهدة سميت معاهدة العريش إذن معاهدة العريش لو جاني قال لي إيه أسباب معاهدة العريش أو بما تفسر عقد كليبر والدولة العثمانية معاهدة العريش أكيد هنقول أن كليبر وجد استحالة بقاء الحملة في مصر نتيجة أن الحملة بتواجهها مجموعة من المصاعب ومن الأخطار اتفع كليبر أعزائي الطلاب مع السلطان العثماني وكان بحضور قائد الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط معهم اتفعوا على أن كليبر يخرج بالحملة من مصر بس على نفقة الدولة العثمانية ليه بقى؟ لأن الأسطول الفرنسي كان دمر في موقعات أبقي البحرية وليس مع الحملة أسطول ينقلها إلى فرنسا وبالتالي كان شرط رئيسي في معارضة العريش أن تقوم الدولة العثمانية بتكلف بإرسال أو نقل الحملة من مصر إلى فرنسا وفعلاً أبناء الطلاب بدأ كليبر والدولة العثمانية في تنفيذ بنود المعاهدة لكن حدث ما لم يتوقعه كليبر فلقد رفضت الحكومة الإنجليزية تماماً خروج الحملة الفرنسية إلا بعد استسلامها في مصر يعني الخروج كأسة حرب وده اللي رفضوا كليبر وطلب السلطان العثماني بضرورة سحب قواته من مصر وأن معاهدة العريش كأن لم تكن لكن سلطان العثماني رفض فخرج كليبر لملاقات الجيش العثماني وحدثت معركة شهيرة جداً اسمها معركة عين شمس إذن معركة عين شمس خرج فيها كليبر من القاهرة لملاقات الجيش العثماني خارج القاهرة ورغم أنه انتصر عليه وعاد الجيش العثماني إلى الشام لكن رجع إلى القاهرة فوجدها في ثورة جديدة وهي ثورة القاهرة الثانية عاد كليبر أبناء الطلاب إلى القاهرة فوجدها في ثورة الثورة اشتدت بدأ السواري هاجموا معسكرات الفرنسيين وبدأت تمتد السورة من القاهرة إلى الأقاليم المجورة في الوجه البحري وأيضاً الصعيد نجح كليبر في أنه هو بأسلوب الشدة طبعاً والقمع أنه يقضي على السورة في القاهرة والأقاليم المجورة في الوجه البحري أما في الصعيد فقد اتفق مع مراد بيك على حكم الصعيد تحت السيادة الفرنسية وقد وافق مراد أبناء الطلاب على هذا المطلب خوفاً من عودة الأتراك مرة أخرى إلى مصر وحكم العثمانين لها إذن كليبر قرر البقاء في مصر بعد فشل معارث العيش وأصبح الصعيد خاضعاً للفرنسيين ولكن تحت سلطة مراد بيك وقرر كليبر البقاء في مصر لكن القدر لم يمهل حيث قام أحد طلاب الأزهر الشريف ويدعى سليمان الحلبي بقتل كليبر في يونيو عام 1800 لتنتهي قيادة كليبر للحملة وتبدأ قيادة جديدة وهي قيادة الجنرال مينو خلي بالنا عزاء الطلاب كان قائد الحملة الأول نابليون وبعد عودته إلى فرنسا كان القائد كليبر القائد الثالث هو مينو فكان عكس كليبر تماماً كليبر كان بيرأي استحالة بقاء الحملة في مصر لكن كان مينو بينو الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى وعشان كده قام بوضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام والقضاء زي ما اتفقنا حاول يعمل خطة إصلاحية لتحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية متميزة مستعمرة فرنسية كبرى لكن كانت إنجلترا يأست من الاعتماد على الدولة العثمانية في إخراج الحملة الفرنسية بمفردها وعشان كده دخل الأصول الإنجليزي وانضم إليه الجيش العثماني وبعد زعماء الممليك فاضطر مينو في النهاية أن يستسلم لتخرج الحملة الفرنسية من مصر في سبتمبر عام 1801 إذن أعزائي الطلاب خرجت الحملة الفرنسية بعد بقاء فترة حوالي ثلاث سنين وثلاث سهور في عهد مينو خرجت الحملة في مصر ولكنها تركت لنا مجموعة من الآثار لكن قبل أن نأخذ أثار الحملة الفرنسية ونتأجها على مصر نتفق معا أن الحملة الفرنسية فشلت عسكريا فشلت عسكريا ليه؟ لأنه قلنا من أهداف الحملة أن هي تكون إمبراطوريا فرنسية لم تكون الإمبراطوريا الفرنسية كان من أهداف أيضا أن هي تضرب إنجلترا في مصالحها في الهند وتقطع طريقة لم تنجح في ذلك لكن الحملة الفرنسية أبناء الطلاب بكل المقاييس كانت مفيدة جدا للوضع في مصر ولمجتمع المصري تعالوا بينا نشوف بعض الآثار التي تركتها لنا الحملة الفرنسية أو نتائج الحملة الفرنسية على مصر كان للوجود الفرنسي في مصر والاستمر زي ما اتفقنا أبناء الطلاب من عام 1798 حتى عام 1201 مجموعة من النتائج والآثار المهمة جدا للمجتمع المصري تعالوا بينا أبناء الطلاب نتعرف على أول الآثار للوجود الفرنسي وهو الآثار السياسية أو الإدارة والحكم نابليون عزاء الطلاب عمل على تنظيم أمور الإدارة والحكم في مصر على نمط ما حدث في فرنسا تماما بعد الثورة الفرنسية يعني هيحاول ينقل السلطة إلى الطبقة الوسطى وهم الأعيان في مصر نسأل ليه بالذات الأعيان في مصر؟ الأعيان لأن لهم مكانة ونفوذ بين الأهالي وأن عن طريقهم يستطيع نابليون أنه يقرر ما يراه مناسبا لحكم البلاد وعشان كده فكر نابليون في إنشاء مجموعة من الدوين دوان في العاصمة القاهرة يهتم بأمورها ودوين في الأقاليم كل إقليم له دوان خاص به ثم الديوان العام تعالوا بنا ناخد بعض أنواع هذه الدووين ونبدأها بديوان القاهرة دوان القاهرة عزاء الطلاب كان بيتكون من تسع أعضاء من الوجهاء والمشايخ يعني أصحاب النفوذ هذا الديوان كان الهدف منه أن أعضاءه بيتدولوا في أمور العاصمة يعني إذن عزاء الطلاب الديوان خاص بالعاصمة فقط وهي القاهرة الديوان الثاني عزاء الطلاب أو النوع الثاني كان دووين الأقاليم ودووين الأقاليم أي المحافظات كان لكل إقليم دوان دوان خاص بيها بيتكون من سبع أعضاء يبقى في كل إقليم أو كل محافظة زي ما بنقول دلوقتي دوان بيتكون من سبع أعضاء مهمة الديوان دي أبناء الطلاب مهمته أنه ينظر في مصالح وشكاوي الإقليم داخلية ثم يحاول أنه يمنع المشاحنات والخلافات ما بين القرى داخل الديوان وأيضا يجمع الضرائب والأموال المقررة على الأهالي ويجمعها للحكومة المركزية يبقى عندنا نوعين من الدووين ديوان في القاهرة عزاء الطلاب للعاصمة وديوان في كل مدرية وإقليم ويسمى دووين الأقاليم أما الديوان الثالث أو النوع الثالث من الدووين فكان هو الديوان العام وبنعني به الديوان لعامة البلاد أو لمصر كلها والديوان ده بيمثل سلطة مركزية عليا تتشكل من دووين القاهرة والمدريات يعني بيجي الممثلين من كل مصر سواء في القاهرة أو من المدريات بيتكون من الأعيان ومن الشخصيات ذات النفوس بين المصريين من أصحاب العلم والكفاءة يعني اللي عندهم مقدرة سياسية في أمور الدووين هذا الديوان أبناء الطلاب كان بيتألف من تسعة مندوبين عن كل مدرية يعني كل مدرية أبناء الطلاب بترسل تسعة مندوبين عنها يشترط يكون إيه؟ تلاتة منهم تجار وتلاتة علماء وتلاتة من مشايخ القرى أو رؤساء العربان بالنسبة للمناطق الصحراوية هدف إيه دوان أبناء الطلاب؟ يبقى الديوان العام كان ليه هدف هو تدريب الأعيان المصريين على نظام مجالس الشورى من حيثه الاستشارة وتلقي الأراء فيما يعود على الأهالي بالنفع في مجالات مختلفة زي مثلا القضاء زي المواريس زي الملكية العقارية وأيضا الدرائد تم اختيار رئيس الديوان لأول مرة الشيخ عبدالله الشرقاوي وهو من علماء الأزهر الشريف وقد تم اختياره عن طريق الاقتراع السري من بين جملة من الأعضاء يعني الاقتراع بالانتخاب يبقى إذن أبناء الطلاب تعرفنا على الوضع السياسي نابليون حاول ينقل السلطة إلى الطبقة الوسطى فكون حاجة اسمها دووين الحق اسمناهم إلى كم دوان إلى كم نوع إلى ثلاث أنواع دوان في القاهرة للعاصمة خاصة بالعاصمة فقط ودووين في الأقاليم يعني لكل إقليم أو محافظة زي ما بنقول دلوقتي أو مدرية دوان خاص بيها ثم دوان لعام مصر للدولة كلها وهو الدوان العام لكن تعالوا بنا نشوف بعض الملاحظات على الأوضاع السياسية أو النقلة اللي كان بيحاول نابليون ينقل فيها المصريين أو ينقل الحكم إلى الطبقة الوسطى هل كانت هي نقلة حقيقية أو هل كان نابليون فعلا بيرغب في نقل السلطة حقيقة للشعب المصري ولا كان ليه هدف آخر واللي احنا بنقول عليها ملاحظات أو ممكن يجيني سؤال كده في الامتحان إيه أوجه النقد اللي بتوجهها لنظام الحكم والإدارة في عهد الحملة الفرنسية أو دووين الحكم في عهد نابليون أول حاجة بنقول أن عملية نقل السلطة إلى الطبقة الوسطى كانت عملية شكلية يعني مش حقيقية ليه بقى؟ لأن لم تكن هناك فرصة حقيقية للممارسة الفعلية بل كانت هذه الدووين الغرض منها هو التعرف على ما يدور في أزهان صفوة المصريين على أساس نابليون يعرف في خطة سياسات الحكم اللي كان بيرغف فيها وبالتالي ممكن نقول أن سلطات الدوين كانت مقايدة بالمصالح الفرنسية مش بالمصالح المصصية يبقى إذن أبناء الطلاب نظام الحكم اللي وضعوا نابليون في مصر واللي كان بيدعي فيه أنه هو هينقل السلطة للطبقة الوسطى كان نظام شكلي الغرض منه فقط بس خدمة المصالح الفرنسية تعالوا بنا نتعرف أبناء الطلاب على نوع آخر من الآثار اللي تركتها لنا الحملة الفرنسية أو اللي حدثت فيها تغيير في داخل مصر وهي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأثار الاقتصادية والاجتماعية أبناء الطلاب تأثرت مصر أكثر ما تأثرت في عهد مينو لأن عهد نابليون وكليبر كان معظمه عهد حروب وسوارات ونواحي عسكرية ولذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لم تظهر صراحة إلا في عهد مينو قلنا لأن مينو تولى قيادة الحملة بعد مقتل كليبر وكان كل هدفه أنه يبقى في مصر ويحول مصر إلى مستعمرة فرنسية متميزة يعني بمعنى آخر هيحاول أنه ينجح فيما فشل فيه نابليون وكليبر وعشان كده وضع خطة إصلاحية كان الغرض منها نهضة في مجالات مصر كلها في مجال الزراعة والصناعة والتجارة وغيره في مجال الزراعة ابناء الطلاب انتعشت الزراعة في مصر وذلك لعدة أسباب أول سبب أن علماء الفرنسيين أو علماء الحملة الفرنسية اهتموا بدراسة مجرى نهر النيل ودراسة الجسور والقنوات لكي ينهضوا بالزراعة العامل الثاني أنهم بدأوا يهتموا بزراعة محاصيل تحتاجها فرنسا ويجروا تجارب لزراعة البن وقصب السكر في مصر وأيضا يزرعوا محاصيل كانت جابتها الحملة الفرنسية معها من فرنسا يجروا تجارب لزراعتها في مصر زي المشمش والتفاح والكمسة وغيرها كانت طبعا لا تزرع في مصر وحاولوا يجروا تجارب لكي تزرع داخل مصر السبب الرابع اللي أدى إلى ازدهار وانتعش الزراعة في عهد الحملة الفرنسية في مصر كان أن أيضا الفرنسيين لم يهملوا المحاصيل التقليدية المصين كانوا متميزين فيها زي مثلا قمح وزي الزرة والأورز يبقى نلخص عوامل انتعش الزراعة عزاء الطلاب في مجموعة من العوامل دراسة مجرى نهر النيل والجسور والقنوات زراعة محاصيل بتحتاجها فرنسا إجراء تجارب لزراعة البن وقصب السكر زراعة بعض المحاصيل اللي جابتها الحملة معها من فرنسا والمكانيشي بتزرع في مصر ثم الاهتمام أيضا بالمحاصيل التقليدية كالقمح والزرة والأورز ده في مجال الزراعة أما في مجال الصناعة فمينو اقترح أما في الصناعة عزاء الطلاب فاقترح مينو أنه يعمل مصانع في مصر بس الأسف الشديد لا تضم عمال المصريين على أساس كان هدفه ما تتسربش أسرار الصناعة الحديثة إلى المصريين وأيضا أنشأ طواحين الهواء واهتم بترسانة مراد بك اللي كان أنشأها في الجيزة لصناعة السفن ده في مجال الصناعة في مجال التجارة زي ما احنا عارفين بعد حصار الأصول الإنجليزي لسواحل المصر ركضت التجارة حصار إنجليزي لسواحل المصر ووجود الجيش العثماني في بلاد الشام وبالتالي مينو حاول ينشط التجارة وينعيشها عن طريق الاتجاه نحو سواحل البحر الأحمر وفعلا بدأت تجارة المصرية تجد رواجا في سواحل البحر الأحمر في ينبع وجدة وأيضا بدأ يتجه إلى إنشاء علاقات مع شمال إفريقيا وسنار ودارفور غرب السودان ثم الحبشة كان نابليون قبل كده حاول يعمل علاقات مع أمير مكة لكن لم يحدث ذلك إلا في عهد مينو في مجال الصحة العامة أبناء الطلاب نجح الفرنسيين في إنهم يعملوا مجموعة كبيرة جدا من المستشفيات كان أهمها في القاهرة والإسكندرية وضمياط ورشيد وكذلك أنشأوا مستشفى عسكري داخل مصر يبقى إذن حياة الاقتصادية أبناء الطلاب والاجتماعية وجدت ازدهارا في عص الحملة الفرنسية أيضا أعزائي الطلاب أحدث الفرنسيين في مصر تغييرا في مجال القضاء ففي عهد نابليون ولى القضاء للمصيين بدل الأتراك ودي كان أول مرة القضاء يتولاه العلماء المصيين ثم حدث ضريبة التقادي بـ 2% وكانت قبل نابليون متروكة للأهواء أما في عهد مينو فقد ألغى مبدأ خطير جدا اسمه مبدأ الدية وقرر ترك الأمر للقضاء في كل المنازعة ثم أنشأ محكمة لكل طائفة في مصر سواء للأقباط أو الشوام أو اليهود أو غيرهم إلى جانب طبعا المحكمة الشرعية اللي كان بيتحكم أمامها المسلمين في مصر ده في مجال القضاء عزائي الطلاب تعالوا بينا نتناول أهم آثار الحملة الفرنسية على مصر وأبرزها على وجه العموم وهي الآثار الفكرية أو العلمية للحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية عزائي الطلاب لم تكن حملة تقليدية يعني حملة عسكرية جاية تغزو مصر وتضرب مصالح إنجلترا في الشرق فقط الدليل على كده إيه؟ أنها اصحبت معها مجموعة كبيرة جدا من العلماء وصلوا 146 عالم في مختلف نواحي العلوم بل واصحبت معها مجموعة من الفنانين والمصورين والنحاتين إذن نابليون جاي معه حملة عسكرية من الجنود والأسلحة وأيضا معه حملة علمية وده اللي بيخالينا بنقول إن الحملة ما كانتش حملة تقليدية عسكرية فقط حاول نابليون يعمل من هؤلاء العلماء حاجة اسمها المجمع العلم المصري وده على شبيه أو على غرار المجمع اللي كان موجود في فرنسا واللي كان نابليون نفسه عضو فيه المجمع ده عزاء الطلاب اختروا نابليون صفوة علماء الحملة الفرنسية حوالي 48 عالم أسمهم إلى أربع تخصصات طبيعيات رياضيات اقتصاد سياسي فنون وأداب وخلى كل قسم من 12 عالم حد من الطلاب يسأل يقول طب إيه هدف نابليون من إنشاء هذا المجمع هدف نابليون من إنشاء هذا المجمع ثلاث حاجات أول حاجة أنه هو ينشر العلوم والمعارف داخل مصر الحاجة الثانية أنه يدرس المسائل سواء الطبيعية أو السياسية أو الصناعية ليه طيب؟ ليه الهدف الثالث اللي احنا هنقوله وهو إبداء الرأي للحكومة يعني الحكومة لما تحب تعمل مشروع تستشير هذا المجمع فيبدي لها الرأي بكده ممكن نقول معلومة خطيرة جدا عزاء الطلاب وإن نابليون كان غرضه من هذا المجمع هو ربط العلم بالسياسة يعني ربط هذا المجمع العلمي بالسياسة أو بنظام الحكم أو بإبداء الرأي للحكومة وعشان كده نقدر نقول إن كان الهدف منه خدمة مصالح نابليون السياسية لكن على الرغم من ده ابناء الطلاب المجمع كان لهم مجموعة من الأعمال الخطيرة نخذهم باختصار كده مثلا المجمع أول ما أدخل الطباعة الحديثة في مصر أنشأ مطبعتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية ثم أيضا أنشأ جريدتين بس هما الاثنين باللغة الفرنسية ولما جيه منه حاول يعمل جريدة لجناش أوامر الحكومة وتحذرهم من الاستماع لميون الدول المعادية لهم زي الدولة العثمانية بالنسبة له والإنجليز وسمها جريدة التنبيه أخطر ثلاث أعمال أبناء الطلاب ترتبت على الحملة الفرنسية من ناحية العلمية لكن أبناء الطلاب أهم ما في نتاج الحملة الفرنسية من ناحية العلمية كان بنسميهم ثلاث أعمال كبرى قام بيهم علماء الحملة الفرنسية إيه هما الثلاثة دول أبناء الطلاب الأول محاولة تشاقق قناة لربط البحرين الأحمر والمتوسط أي نعم الفكرة فشلت لخطأ في قياس حسابات المية لكن بتعتبر أول مرة أو أول مرة نفكر في وص البحرين مباشرة العمل الثاني كان تأليف كتاب سمي كتاب وص مصر وهو أول موسوعة عن تاريخ مصر الحديث أما العمل الثالث فكان العصور على حجر رشيد واللي سعد شامبليون في قراءة الكتابة المصرية القديمة وما ترتب على ذلك أعزاء طلاب من فتح أبواب التاريخ المصري القديم ومعرفة التاريخ الفرعوني اعتبرت الحملة أبناء الطلاب بصرف النظر عن وجهة العسكرية صدمة حضرية وسقافية حيث كان المجمع العلمي بكل إنجازاته نافذة أطل منها المصريون على ما يدور في أوروبا من تقدم في العلوم والأفكار السياسية والاقتصادية أيضا نبهت الدواوين إلى أن هناك فكرة للمشاركة في الحكم بدل من فكرة الحكم المطلق المستبد وبكده يبقى الحملة الفرنسية كان لها نتائج خطيرة جدا في النحية العلمية والتي كانت أبرز النتائج إلى هنا أبناء وبناتي طالبات وطالبات الثانوية العامة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة أترككم في رعاية الله وعنايته على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته